شيخنا الكريم سائل يسأل ويقول ما حكم من انتقت لقطة من الأرض وصاحبها استدل عليها لكن من وجدها رفض أن يعطيها له وهذا حدث أكثر من مرة وقد تاب هذا الشخص الحمد لله عن هذا الفعل فماذا يفعل في الأشياء التي وجدها وهو لا يعرف أصحابها ولا يعلم أسماءهم ولا أماكنهم فكيف يكفر عن هذا الذنب إذن أتصور السؤال أنه وجد لقطة مما تهافت عليها الناس وجد لقطة وجاء صاحبها فعرفها له وهو لم يرضى أن يعطيه إياها صحيح؟ هذا لا تصورت في غير مموضع أكثر من واحد فهو تاب إلى الله وإذن عندنا حقان حق الله وحق وحق العبد حق الله قد تاب ومن تاب تاب الله عليه حق الأباد هو بيقول أنا لا أعرف لهم مكانا ولا أسماء الذي عليك إن تأثر معك هذه اللقطة التي أخذتها والتقطتها في أكثر من مرة تذهب تتصدق بها للفقراء والمساكين على على نية أصحابها أنها صدقة لأصحابها أن تتوصل وكيل على نية أصحابها وهذا أصله وأسه وأساسه وحديث ابن مسعود أنا ابن مسعود اشتغر الجريه فلم يجد البائع فبحث عنه في كل مكان لم يجده فذهب فتصدق وقال اللهم أن هذه صدقة عن صاحب الجريه فإن راضي بهذه الصدقة يوم القيامة خلصنا لا يسألني شيئا إن لم يرضى هي لي ويأخذ من حسناته فيبقى هنا أن الرجل يتصدق عنهم بهذه الصدقة وتكون اكتملت توبته بإذن الله تعالى إن ارتضوا يوم القيامة بها ونعمة إن لم يرتضوا هي الصدقة حسنات له وهم يأخذونها من الحسنات ومن كان تائبا فإن الله يرد الجميع عنه حتى المقتول يعني لو القاتل تاب وتاب حقا فإن الله يرد المقتول عن القاتل يعني المقتول يأخذ بالرقابة يقول سلوا فيما قتلني لكن الله يرضيه يرضيه بأعالي الجنة يرضيه مادم كان صادقة النية في التوبة نعم شيخنا الكريم صلى الله عليه وسلم يتوب على كل المسلمين ويتوب علينا أجمعين اللهم أمين يا رب العالمين